موسيقى اغلقت ميليشيا الحوثية عددا من المحلات التجارية في مناطق سيطرتها بعد رفضهم دفع جبايات مسمية واخرى منتظمة خلال شهر رمضان والتي ضعفتها ابعافا مضاعفة من العام السابق وقالت مصادر محلية ان فرقا حوثية من هيئة الزكاة المستحدثة نزلت لاغلب التجار المستوردين والمصنعين مصطحبين معهم قوة عسكرية وقاموا باغلاق المحلات لاجبارهم على تسليم نسخة من انظمة المحاسبية تمهيدا لفرض جبايات جديدة شهد تسعار الخضروات والفواكى بالاسواق اليمنية ارتفاعا ملخوضا خلال ايام الماضية حيث بلغ سعر كولو الطماطم خمسمة ريال وسجل سعر كولو البطاطس خمسمة ريال وسجل سعر كولو البصل مئة ريال وكيلو الليمون سجل الف ريال كما سجل سعر كولو البسباس خمسمة ريال وعن اسعار الفواكى فشهد سعر كولو الموس في اسواق عدن ثلاثمائة وخمسين ريالا اما الحبحة فسجل ثلاثمائة ريال وزن كيلو كما سجل سعر كيلو الشمام ثلاثمائة وخمسين ريالا وسجل البرتقال المستورد وزن كيلو سعر الف وثمانمائة ريال كما سجل التفاح المستورد السكري وزر كيلو 1800 ريال شهدت الهند حالة من ركود الاقتصادي والتجاري جرى أزمة فيروس كورونا وتفشي الوباء بشتى نحاء البلاد حيث كشفت بيانات حكومية أولية أن عجز التجارة الهندية بلغ 15.24 مليون دولار في إبريل وصعدت صادرات السلاء على 30 مليار دولار في ذلك الشهر من 10 مليار دولار قبل عام بينما صعدت الوردة إلى 45 مليار دولار من 17 مليار يذكر أن الهند خضعت إلى إغلاق وطني صارم العام الماضي لإحتوى تفشي فيروس كورونا مما أدى إلى تراجع كبير في أحجام التجارة الخارجية واصلت سعار النفط مكاسبها وتمضي على مسار تحقيق ربح نسبوعي بنحو 7% مع تحسن آفاق الطلب على الخام وتعافي اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة مما بدد آثار المخاوب بشأن زيادة الإصابات بكوفيد-19 وارتفعت العقود الأجلة لخام بيرنتا 30 سنة أو ما يعادل 5% إلى 67.24 دولار للبرميل عقب أن زادت 36 سنة الأسبوع الماضي وصعدت العقود الأجلة لخام غربي تكساس الوسط الأمريكي 28 سنة أو ما يعادل 4% إلى 63.74 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 31 سنة ترجمة نانسي قنقر